حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن ابن ابي عميرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس نفس مسلمين يقبضها الله عز وجل تحبوا ان تعود اليكم وانا لها الدنيا وما فيها غير الشهيد وقال ابن ابي عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان اقتلى في سبيل الله احب الي من ان يكون لي المدر والوبر حدثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن ابن ابي عميرة الازدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر معاوية وقال اللهم اجعله هديا مهديا واهدي به حدثنا عفان حدثنا ابو عوانة حدثنا هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي الليل قال نظر عمر الى ابي عبد الحميد او ابن عبد الحميد شك ابو عوانة وكان اسمه محمدا ورجل يقول له يا محمد فعل الله بك وفعل وفعل قال وجعل يسبه قال فقال امير المؤمنين عند ذلك يا ابن زيد ادن مني قال الا ارى محمدا يسببك لا والله لا تضع محمدا ما دمت حيا فسماه عبد الرحمن ثم ارسل الى بني طلحة ليغير اهلهم اسماءهم وهم يومئذ سبعة وسيدهم واكبرهم محمد قال فقال محمد بن طلحة انشودك لها يا امير المؤمنين فوالله انسماني محمدا يعني الا محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمر قونوا لا سبيل لي الى شيء سماه محمد